أكد مسؤول ملف كورونا في فلسطين الدكتور وسام سبيحات أن هناك انتشاراً مجتمعياً لطفرة دلتا في المحافظات الفلسطينية وأن أكثر من 70% من الحالات المشخصة مصابة بهذه الطفرة وقال سبيحات أن الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة المدن الفلسطينية وأشار إلى أن أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات وشدد أصبيحات على ضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته مؤكداً أنه حتى اللحظة لا توجد أي توصية بالإغلاق ولكن هذا يعتمد على حالة الوضع الوبائي في المحافظات